بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نرحب جميع الطلاب والطالبات في السنة الثالثة الثانوية المسار الشرعي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات من سورة النساء نأخذ أهداف الدرس من أهداف الدرس أولا طلبوا الأجر من الله سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالة من الأخطاء وأيضا تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبرن وخشوع من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا للإخلاص الله عز وجل وأيضا الطهارة من الحدث الأصغر الأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وأيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم الاستعادة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم البسملة وتوكل بسملة في أولي السور كما أنها تجوز كذلك في وسط السور ولا تجوز البسملة في أول سورة التوبة وذلك لأثر أخرج الحاكم بسنة النبي عباس رضي الله تعالى عنهما سأل علي رضي الله تعالى عنه فقال لماذا لم تذكر بسملة في أول براءة فأجاب رضي الله تعالى عنه لأن البسمة لأن البسمة الأمان وبراءة نزلت بالسيف ولا تلازم بين الأمان والسيف هذا قول في عدم جواز البسمة في أول سورة التوبة وذلك ولذا الإمام الشاط بن رحمه الله سطر في منظومته بقوله لتنزيها بالسيف لست مبسملة هذا قول في عدم جواز البسمة وأنه أقوال أخرى كذلك لكن هذا القول فيما علم أنه هو الصحيح وأيضا من أداب تلاوة القرآن الكريم تحسين الصوت به والقراءة بتدبرد وخشوع والتسبيح عند آية التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وأيضا استعاذ بالله عند آية الوعيد كلي استعاذ بالله من النار هذه بعض أداب تلاوة القرآن الكريم والذي ينبغي لي كل مسلمين ومسلمين هي تحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات نرجو بالجميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابعة معنا حتى نهاية الدرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا بعد قراءة الآيات نأخذوا إياكم بعض الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قوله عز وجل في قول ونمنعكم قد يقرأها البعض بفتح العين ونمنعكم بفتح العين فتح العين كذلك من الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قوله عز وجل ويقع فيها كثيرا جدا في قوله وهو خادعهم وش يقرأها بعضه بسكون الها وليس بسكون الها في رواية أخرى غير حفص القراءة صحية لكن خطأ في الرواية حفص عن عاصم الشباب ماذا يقرأ؟ بضم الها وهو خادعهم وليس بسكون الها أيضا من الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قوله عز وجل الصلاة كما قلت لكم هذا رسم العثماني قد يكتب فيه رسم الإملاء غيرها غير هذا المكتوب فهنا الرسم العثماني مميزات الرسم العثماني أنها تكتب الصلاة هكذا مثل حياة كذا فوق العلف فوق الواو العلف الصغيرة هذه المميزات الرسم العثماني وأقول لكم كثيرا لا بد أن الطالب أو الطالبة هو من يقرأ كلام الله يقرأ كلام الله عز وجل يتعلم الرسم العثماني وميزة رسم العثماني وكيف نشأ وما الذي وافق عثمان بن عفار رضي الله عنه على هذا الرسم فهو هذا يعني رسم عثماني ولا يجز مخالفته كما أن الصحابة اتفق أكثر من 12 ألف صحابي على هذا الرسم ولا يجز مخالفته أيضا من الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قوله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا مذبذبين قد يقرأ صعب يصعب النطق فيها مذبذبين كم فيها ذال فيها اثنتان مذبذبين ينتبه إليها هذه بعض الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ هذه بعد أن ننتهي من كلماتنا الآن نأخذ بعض أحكام التجويد بعض أحكام التجويد من أحكام التجويد في قول الله عز وجل فإن كان لكم فإن كان لكم فإن كان هذا الحكم من أي أحكام من أحكام النون الساكل والتنوين هو إخفاء حقيقي فإن كان وإخفاء الحقيق قد يأتي في كلمة وقد أتي في كلمتين هنا أتى في كلمتين كذلك من أحكام التجويد في قوله عز وجل فإن كان لكم فتح من الله لكم فتح هنا تلاحظون معي هنا ميم ساكنة يأتي بعد الفاء والفاء من حروف أحسن ظهار الشفوي وتلاحظون هنا بعض الطلاب والطالبات هوا يقرأ يخفي فإن كان لكم فتحون لماذا؟ لأن الميم والفاء مخرجوا أحداً في الشفتين ولهذا يقول الناظم رحمه الله في منظومته واحذر لدواوين وفاء تختفي لماذا أيها الناظم؟ لقرب المخرج لقربها والاتحاد فعرفين كذلك من أحكام التجويد في قول الله عز وجل ولن يجعل الله ولن يجعل الله ولن يجعل الله ولن يجعل هنا ننساكنة بعدها لياء واللياء من حرف الإدغام بغنة الإدغام بغنة وأيضا من أحكام التجويد في قوله عز وجل وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا إِلَى هنا مد ما نوعث المد؟ نقول مد منفصل لماذا؟ لأن الهمز في كلمة ومد في كلمة أخرى كذلك في قوله عز وجل يُرَاعُونَ يُرَاعُونَ هذا المد اجتبع فيه مدان ما هما؟ أول شيء مد متصل هذا المعروف مد متصل ومد آخر مد بدل طيب لو اجتبع المد فأي هو يقدم؟ يقدم الأقوى المد متصل أقوى المد بدل ولهذا يقول في بعض المنظومات أقوى المدود فلازم فمتصل متصل أقوى من مد البدل فهنا يسقط المد البدل ونقول هنا مد مد بعد طيب لو سألناكم ما تعرف المد البدل؟ أن يتقدم الهمز على المد هنا همز هنا وهنا واو واو هذا مد وهذا الهمزة هنا هذا فهنا يتقدم الهمز على المد هذا مد بدل ومد متصل يرى واضح وهي علامة المد المعروفة فهنا نقول مد متصل لأنه أقوى من المد البدل ويمد كم حركة؟ أربع أربع وخمس يراءون وحكم هجوب المد حكم هجوب المد ولا يجوز يعني تجد أكثر قراء أكثر قراء وأكثر عائمة الحرم منه ما يقصر مد المتصل مد معاقصر مد متصل يمد أربع وخمس أو ما يقال بذلك كذلك من من أحكام التجويد في هذه الآيات وقال الله عز وجل هنا لا إله لا إله أولى كم مد هنا تجد مد كم مد هنا المد الأول هنا مد منفصل وهنا هؤلاء وهؤلاء كم فيها مد؟ فيها مدان المد الأول هؤلاء منفصل والثاني مد متصل هنا يجتمع فيها مد متصل منفصل ومتصل في كلمة هؤلاء أيضا في قول الله عز وجل لا تتخذ الكافرين أولياء أولياء كلمة أولياء هنا ما نوع على المد؟ مد متصل لماذا؟ لأن الهمز مد في كلمة واحدة في قول الله عز وجل عليكم سلطاناً مبينا سلطاناً مبينا سلطاناً مبينا هنا تنوينة بعد الميم والميم من حروف الإدغام بغنة سلطاناً مبينا هو إدغام بعد ذلك نقرأ الآيات مرة أخرى نقرأ الآيات مرة أخرى وأرجو انتباه معي حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا بعد ذلك نأخذ بعض علامات الوقف في هذه الآيات من علامات الوقف في قوله عز وجل بينكم يوم القيامة هنا القيامة قال وقف تام وتعلمون تعلمون وقف التام هنا يعني ما تم ما لفظه ومعناه يعني تجد بعض بعضها في كلام جديد وليجع الله الكافر كلام جديد القيامة هنا وقف تام أيضا كذلك من علامات الوقف في قوله عز وجل ولا إلى هؤلاء ونجيم وقف كافي ويسمى الوقف الجائز كذلك من علامات الوقف في قوله عز وجل أولياء من دون المؤمنين المؤمن هنا وقف كافي يسمى الوقف الجائز هذه بعض علامات الوقف في هذه الآيات وهنا خطأ يقع فيها كثير من الطلاب والطالب يقرأ كلام عز وجل تجد هنا إذا وقف على سبيل يمدها أكثر من حركتين فلن تجد له سبيل أقدر حركتين ما الطبيعي فلن يمد أكثر من حركتين كذلك في قوله سلطانا مبينا يمد أكثر من حركتين كذلك في قوله عز وجل سبيلا سبيلا هنا يمد أكثر من حركتين كذلك وقليل كذلك حركتين إذا وقف القارئ أو الطالب والطالب على هذه الكلمة وهكذا نتهينا وإياكم الآيات من سورة النساء ونؤكد على الطلاب والطالبات تلاوة الآيات تلاوة صحيحة وذلك بالاستعانة بالمصاح المرتلة والختام نشكركم على حسن استماعكم لدى سن آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته